التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت الهند وأزربيجان وإرمينيا وخلال محادثات القمة التي أجرها مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بالعاصمة الأرمينية ييريفان أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتعزيز وتطوير العلاقات مع أرمينيا في شتى المجالات خاصة في ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين كما أشاد بمواقف أرمينيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر وما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من جانبه أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن سعادته بزيارة الرئيس السيسي لأرمينيا للمرة الأولى مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر في ضوء محورية دورها في منطقتين الشرق الأوسط وإفريقيا فضلا عن سياستها الخارجية المستقلة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورات سرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء وذلك تمهيدا لإصدار الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت ممكن وخلال اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخل التثمار في مصر جدد مدبولي التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية للعمل على تقديم المزيد من التسيرات والمحافزات التي من شأنها دعم قطاع الاستثمار وجد بمزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أنه اطلع على أحدث المعلومات الاستقباراتية حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا مؤكدا أن كييف تستعد لجميع السنوريهات المحتملة وأوضح زلنيسكي عقب اجتماعنا مع قائد الجيش الأوكراني أنه ناقش المعلومات المهمة القادمة من أجهزة المخابرات حول التحركات والقطوات المحتملة للجيش الروسي في المستقبل القريب مشيرا إلى أن بلاده تحتاج لإمدادات أسرع وأسلحة جديدة لمواجهة الوضع الميداني الصعب دعت النقابات الفرنسية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة غدا ضد خطة الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما كما دعت بعض النقابات إلى مزيد من الإدرابات في قطاعات تشمل المواني التجارية ومصاف النفط ومحطات الوقود والسكك الحديدية وأوضحت مصادر مسؤولة داخل النقابات أنه سيتم تنظيم حوالي 200 احتجاج في أنحاء البلاد مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجماعية الوطنية حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون اليوم أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي أنه سيبحث بعد غد الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كيفية تجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها وشدد مكارثي على ضرورة أن يعيد بايدن النظر في قراره الرافض لخفض الإنفاق مقابل رفع صقف الدين العام وتحذر أيضا وزيرة الخزانة الأمريكية جانس يلن من أن تخلف الأولايات المتحدة عن السداد من شأنه أن يسبب أزمة مالية عالمية وسيؤدي إلى زيادة تكلفة الإقراض وسيقوض مكانة الدولار بصفته عملة احتياط الدولية حيث بلغ إجمال الدين أدين 31.4 رليون دولار مشاهدين نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر